السلام عليكم. يوم اكرة جديدة وطفل جديدة مثل هذا. انا احتاج بنيتبال مقاطر. انا احتاج 100 غرام من الكبتة. انا احتاج واحد بطنة او جوش بطنة كباب. حسب العدد اطراب. انا احتاج نحتاج لتسمع الكباب من الدقيق الخاص بالحلوية وملاكي الخطوة اطفاء. انا احتاج ملاقة طغيرة بالنسبة للتدي. انا احتاج بعض قطع من الدكتة. اي نوم من الدكتة. انا احتاج لتدي فرمج احمر محقوق. انا احتاج حليب واحدة طشية من الحليب. انا احتاج جوش بطنة مطلق. انا احتاج واحد بطنة غير مطلقة. وبكم الله على بركة الله هل نبدو. كما تشوفوا معي دابا بوطاة كفتة في القينة. دابا انا نضيف ذاك البيضة واحدة. غير مطلقة بجمعها مع كفتة. كما تشوفوا دابا انا نضيف ذاك في القينة. ونجد ذاك ينتح على مشي تشحر بطنة. كما تشوفوا معي. حديث انا نضيف ذاك. انا نضف ذاك في القينة. دابا نضيف نحضرها جانبا ودينا نضيف يكون من بعد تهندها إما كنت تهنيها بزبطة أو الثلاث ويجبتها كتفتها وددتها بعض الطريق هذه الشكل كتبتها إختينها ودبعا نوضع البصنة كما كنت شافوا معي تصنيه البصنة قليل من البصن ودبعا نضيفني ذاك البيض اللي يصنقنا وحكيناها كما كنت شافوا معي تصنيه ذاك البيض اللي يصنقنا كل قطعة من اللي يصنقنا أما الدبعا نضيفني صنطة بشاميل كما كنت شافوا الدبعا إما كوكوز أو كترونة تصنيفني الحليب ونون ومن بعد أن نخويني الدقيق نسأت مالا حتى في النور الدقيق كما كنت شافوا أبقا نحرك ونضيفني القيصة من الدبعا ونضيفني الملحة كما كنت شافوا معي خاصة بشاميل مدكوز متروحة بالدبعا ومدكوز جموها بالدبعا يكون متوسط أما قمت بشاميل ملحة بشاميل ملحة بالدبعا وشوفوا معي طريقة ينم ينم ملحة كما كنت شافوا معي خويتات بشاميل ملحة بالدبعا يعني خاتلتك نفسنا باردينها سوف تجربة منطر الأي و سوف تنطفني فرماج حمار كما كتفو معي سوف تنطف فرماج فوقت فلا و سوف تنطف عالين من أرباين لذلك تتقرر يخطي كما كتفو تنطف عالين من أرباين سوف تنطف في الفرم فرماج حد يكون تنطف ديشا و سوف تنطف و هذه هي النتيجة لأكلات اليوم تحولها